أضاف مدبولي أن الدولة تشارك في القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد ولفت إلى أن هدف وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيم واضح المعالم ومحدد لتنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة وبين القطاع الخاص هدف الوثيقة مش عشان زي ما شريف بي قال شريف سامي إن ما يفهمش في الرأي العام إنها الدولة بتبيع أصولها خالص هو هدفها وضع إطار تنظيم واضح ومحدد ويبقى كل الناس عرفاه اللي من خلاله بينظم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص وهو دلأ أعتقد أي واحد مستثمر سواء في الداخل أو الخارج عايز يعرفه في أي دولة جاي بيستثمر فيها النقطة الأخرى وهي المهمة طيب إحنا كدولة بنقول والله عندنا بعض الشركات والمساهمات اللي إحنا شايفين إنها في قطاعات إحنا مش يعني كدولة شايفين مش لازم يبقى أن تواجد فيها على المدى المتوسط وبالتالي طرحنا هنا عشان برضو تبقى واضحة للمواطن البسيط كلمة تخارج مش معناها إنها بيع لأن يعني بعض الناس روجوا معناها إن الدولة بتبيع وصولها لا موسيقى شكرا